كيف يمكن للاحتلال تبرير أو الدفاع عن هذه الجرائم التي لا تهدأ حقيقتاً بحق النازحين والمدنيين يعني مجازر متعمدة على مدارس النزوح وعلى خيام النازحين هذا ما ألفناه خلال عشرة أشهر الآن من الحرب هذا ما تعودناه من هذا العدو الذي استباح كل شيء وليست هناك أي ضوابط أو موانع أخلاقية أو إنسانية في ممارساته مسنوداً بقوة عظمى تمنحه الغطاء السياسي والغطاء الدبلوماسي وتدافع عنه في كل المحافل الدولية وتمنع صدور أي إدانات في حقه تقدم له الدعم العسكري مستعد للدفاع عنه إذا ما تعرض لأي هجوم تحشد طائراتها وأساطيلها وقواتها العسكرية لكي لا تتعرض لأي هجوم من دول المنطقة بالتواطئ مع دول أخرى في الإقليم هي أيضاً في هذا الركب الأمريكي وفي هذا الاتجاه الأمريكي هي أيضاً تدافع عن الكيان وتساهم في حصار أهلنا في غزة وبالتالي هذا السلوك تعودنا عليه من هذا العدو وممارساته الإجرامية وأنا أخشى أن يكون هناك تصعيد وهناك المزيد من المجازر والعمليات الانتقامية الأمر لم يعد قتال ولم يعد كما رفعت الحكومة اليمينية المتطرفة استئصال حماس أو تفكيك البنى التحتية لحماس إنما هو انتقام وحرب إبادة هكذا وصفها كل العالم هي حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والخشية أنه مع احتمال أن تضغط أمريكا من أجل وقف القتال وإنجاز صفقة التبادل التي دعي إليها في البيان التلاتي الأخير أن يبادر هذا المجرم إلى التصعيد من أجل إقاع المزيد من القتلى والمزيد من التدمير في قطاع غزة قبل أن يجبر على القبول بصفقة تبادل الأسرة ووقف الطاقة النار